ان الحديث عن تعديل قانون الرياضة الصادر في 2017 او 2017 مش اي كلام يتقال خالص ولا ان مجلس الشعب مع الاحترام والتأدير لي ان يقعد ويغير في القانون قبل حص النقاط المطلوب مراجعتها ويفادها مرة اخرى اللجنة الولمبية المصرية اللي بتشوفه تراجع مع اللجنة الولمبية الدولية اي حاجة غير كده وبدون هذا الاجراء يتم تجميد النشاط او الرياضة المصرية لان مصر مجي على كل المواصيق والاتفاقيات وده كلام مش بيتقال على الهوى ده كلام من امين عام اللجنة الولمبية المصرية المهندس شريف العليان وده كلام مهم جدا وكلام خطير لكن الرجل يعني ابدا تعادوا كده من خطاب وزارة الشباب والرياضة ان عندكم بعض الافرات فيه فلوس مقفار عندكم تقريبا اربعة مليون وحاجة اربعة مليون ونصف فاحنا عايزين نشوف القصة دي اللجنة الولمبية اللي تلقوا مدونا شهر نشوف نجمع لكم ترتيبات يبدو كده ان الرياضة المصرية لكل في ضغط من هنا وفي ضغط من هنا بس الصالح مين انت بتحارب عشان مين يعني هل اللجنة الولمبية لما اتخذت قرارات مهمة علشان تهدل وسط الرياضي وتتعامل بشكل جيد خلاص وزارة الشباب والرياضة رايحة تقولها تب وريني بقى انت عندك ايه اللجنة الولمبية المصرية اللي هي بتقول ان لنا ليه تلاتة مليون دعم في السنة فبيبعثوا مليون فاعمل مقصة برضو انت سكت ليه شيء مؤسف ادارة الرياضة المصرية بهذا الشكل من كل الاطراف والمؤسف اكتر انك تحس ان اول ما الدنيا هتبدأ خلاص تتحكم بالشكل الرياضي اللي الناس عايزة وشايفاه الى وسط رياضي نظيف بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن الصوت العالي تجد ان هناك من يريد استمرار الصوت العالي لكن القانون والمساق سيطبق على الجميع نقفل الملف ده ونروح للملف الاهم الاهل والترجي مباراة مميزة ومباراة جيدة فرحان وسعيد جدا بالروح ونمسك الخشب والاداء بتاع جماهير الاهلي والترجي فرحان وسعيد من الشكل الاعلامي اللي طلع عليه المباراة الاهتمام الكبير اهتمام ما بعده اهتمام تحديدا يعني بعث الترجي تقريبا خلاص دلوقتي بتهبت فيه برج العرب بعثة النادي الاهلي او القايمة النهاردة والجهاز الفني كانوا موجودين في سفر برج العرب اتمرانوا تدريبة حتى ان قناة الاهلي مش موجودة في التدريب فيه تقفيل جامد جدا جدا في معسكر النادي الاهلي فيه تركيز شديد جدا فيه مشاهدة من اللاعبين والجهاز الفني اللي عملوا عدد من المحاضرات بالفيديو انا بقول لكم الفرقتين كتاب مفتوح من المباراة اللي فاتت لكن المباراة افريقيا تحديدا هم دول مستر باترس كارتلون مركز عليهم بطل انجولا مع الترجي المبارتين الفرقة بتتفرج عليها فيه شرح مميز جدا فيه تركيز مميز جدا لكن اكيد القايمة اللي استحابها النهاردة الفرنسي باترس كارتلون المدير الفني للنادي الاهلي لبرج العرب شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي احمد فتحي ان شاء الله يكون متعافي ويكون بقوة امكانياته الكبير احمد فتحي ملعبة المؤسرة ومحمد هاني وسليف كلبالي وسعد سمير وايمان اشرف وصبر رحيل وحسام عشور وعمر السلية وشام محمد واكرم توفيه وكريم ندفد واسلام محارب وصلاح محسن ومروان محسن واحمد حمودي وليد سليمان وميدو جابر واحمد حمدي ووليد ازارو وكمان يعني القايمة اللي جاية اللي بتوصل يعني يعني يغسلت يا بتوصل دلوقتي وكيدا هنتبع معاكم من مطار برج العرب بعسة الترجي التونسي الشقيق يعني القايمة 23 لعبا معين الشعباني مدرب الترجي استحب 23 لعبا هم معز بن شريفية ورامي الجريدي قلنا لكم كانت فيه مشكلة في حراس المرمى لكن هو في الاخر ادى السيقة لرامي الجريدي وعلي الجمل الدفاع سامح الدربالي هاب لنباركي ايمان بن محمد خليل شمام حسين الربيع علي المشاني شمس الدين الزوادي محمد علي العقوبي ايمان محمود الوسط كوليبالي فرانك كوم ودول لعيبة حدس ولا حرك كوليبالي وفرانك كوم الشعلاني ومحمد امين المسكني وسعيد بقير في الهجوم يوسف البلايلي انيس البدري بلال المجري ادم رجيبي طه ياسين الخنيسي هيسم الجويني يعني تشكيلة الترجي او قوام الفريق خلاص احنا بقنا حفظين الاسماء كلها بشكل كبير وبقنا شايفين لكن هذه المباراة المباراة الهمة جدا عجبني جدا تضافر الجماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكون مالية جنبات استاد برج العرب ان شاء الله لان جمهور النادي الاهلي يختلف والاهلي عندما يلعب بجماهيره الامور تختلف تماما اهلي اللي ماشي ان شاء الله هم قدي بشكل كويس جدا وبشكل مميز جدا وبأداء محترم في الفترة اللي فاتت طبعا بعض الناس كانت قلانة من الشكل اللي ظهر عليه او النتيجة امام الوصل الوصل الفرقة من الفرقة المحترمة والفرقة طبعا يعني كويسة وقدت اداء كويس امام النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا يعني فرقة عندها ضغط مباراة كتير جدا وقدت بشكل كويس جدا لكن نتيجة مطمئنة جدا اكيد مستر كارتلون لتصريحات مهمة مع لعيبة النادي الاهلي ابرز التصريحات قصة الكعب العالي دي مبطالها بالبلد كده يعني هو الراجل مستر كارتلون قال كده يعني قصة الكعب العالي والناس اللي شايفة اللعيبة يا جماعة مباراة الترجي مباراة صعبة في الزهاب وفي الاياب الراجل قالك مش هتفرق معايا بلعب في برج العرب ولا بلعب في رادس خلاص هم 180 دقيقة هي مباراة من شوتين هي مباراة مهمة جدا وحفز لعبته بالشكل الكبير كابتن محمد يوسف والجهاز المعاون يعني شغل على قدم وساق مع اللعبين في التحفيز والتجهيز والجلوس مع اللعبين والحديث معاهم دي بتبقى امور يعني على طول موجودة معنا دايما في النادي الاهلي دي امور على طول بتبقى متاحة لكن ما فيه شك ان المباراة دي مباراة قوية جدا فيه شك ان كل الجماهير على فكرة كل الجماهير نفسها تكون موجودة وبتشجع في برج العرب فيه شك ان فريق الترجي فريق كبير وفريق محترم وما فيه شك ان ان شاء الله الاهلي يقدر ويستطيع انه طبعا يتأهل من برج العرب ان شاء الله ربنا يكرمه بالاهداف واكيد هيبقى فيه كلام كتير جدا في قولة فقراتنا ودايما فقرة يوم الاربع بتكون فقرة وميازة في الاهلي الليلة الفقرة السابتة مع الكابتن علاء ميهوب اللي هنتكلم معاه في تفاصيل كتير ونتكلم معاه عن رؤيته الفنية فاصل عشان نرجع نتواصل والكابتن علاء ميهوب اشتركوا في القناة